بعد الدعوة الرسمية لمؤتمر البحرين وتحديد موعده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر القادم لحجد الدعم الاقتصادي لخطة السلام الامريكية الجديدة في الشرق الاوسط تستمر تحركات الموعوط الامريكي جاريت كوشنار في المنطقة العربية جولة جديدة تبدأ من العاصمة المغربية الرباط ينتقل بعدها الى الاردن ثم القدس مصادر امريكية اوضحت ان كوشنار سيلتقي في المغرب والاردن واسرائيل بالمسؤولين هناك للتمهيد لمؤتمر البحرين وحجد الدعم اللازم لاقامته في موعده باوسع مشاركة ممكنة من الدول العربية لمنح المؤتمر القوى اللازمة لتمرير الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط وتستعد الولايات المتحدة الامريكية لتنظيم مؤتمر في البحرين يتعلق بالشق الاقتصادي من المشروع الامريكي للتسوية وكان قد تم الاعلان قبل اسابيع عن ان تفاصيل الخطة الامريكية سيتم عرضها بعد شهر رمضان وبعد ان يكون بن يمين نتنياهو قد تمكن من تشكيل حكومته الجديدة الا ان الخلاف الاخير والذي يمكن ان يؤدي الى انتخابات اسرائيلية جديدة يمكن ان يؤثر على الموعد الذي تم الاعلان عنه لطرح الخطة التركيز على شق الاقتصادي من الصفقة يتمثل في نجاح مؤتمر البحرين في حجد الدعم الامر الذي بدأ كوشنار وغريم بلات نيابة عن الادارة الامريكية بالتسويق له من خلال جولاتهم في المنطقة ولقاءاتهم مع المسؤولين في الدول التي يزورونها وبحسب مصادر امريكية فان الخطة التي تعرف باسم صفقة القرن تهدف الى تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الخوض في القضايا السياسية الشائكة التي يدور حولها الصراع ومن المتوقع ان يشارك في مؤتمر المنامة ما بين 300 الى 400 ممثل ومسؤول تنفيذي من اوروبا والشرق الاوسط واسيا وربما بعض رجال الاعمال الفلسطينيين